أنهى اتحاد الجمعيات النسائية الشادية الناطقة باللغة العربية أنهى دورته التدريبية في فن الاتصال لصالح عدد من النسوة الدورة جاء تنظيمها بالتسيق مع منظمة والمتحدة لرعاية الأممة والطفولة يونسيف عباس أباكر مصطفى والمزيد من التفاصيل ختام الدورة التدريبية التي نظمتها اتحاد الجمعيات النسائية الشادية الناطقة باللغة العربية لصالح أعضاء مكتبها في فن الاتصال بمساهمة منظمة الأمومة والطفولة اليونسيف حيث خرجنا المشاركات بعد مناقشة العديد من الموضوعات منها محاربة الزواج المبكر وختان الإنات ومعرفة أضرار الناجمة عن مرض الناسور وكذا تعرف على أسس التي تؤدي إلى سلامة الأسرة وضرورة تعليم الفتيات كما قدمنا توصيات تتعلق بفتح الفرص أكثر لتعليم النساء وتطبيق القوانين التي تخص شؤون المرأة في كلمتها الأمينة العامة للاتحاد موضحة عن الدور المنوط للاتحادي مع منظمة اليونسيف وعليه فإن هذه المشاركة والتعاون الذي وقعه اتحاد الجمعيات النسائية الشادية الناطقة باللغة العربية مع منظمة الأمومة والطفولة اليونسيف يؤكد ويبرحن مدى احتمامنا ودورنا في توعية المرأة وحسها على ضرورة بناء أسرة شادية سليمة وخالية من المشاكل الصحية وتوجيح المرأة الناطقة باللغة العربية إلى إدراك الإشكاليات والعوائق التي تعترض حياتها الاجتماعيين الأمينة العامة النائبة بوزارة المرأة مودلبي أبولين قالت إن الحكومة الشادية تسعى دوما من أجل إيجاد مكانة أفضل للمرأة الشادية على جميع الأسئدة طالبة من المشاركات تطبيق ما تلقاه من المعلومات على عرض الواقع في حياتهم اليومية ونذكر بأن مثل هذه الدورات تقوي قدرات النساء سيما المشاركات في الدورة لمعرفة الشؤون الاجتماعية في فن الاتصال